رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصدر تعليمة للوزير الأول عبد العزيز جراد لتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر وتمكينها من تغطية النشاطات الرسمية والاستفادة من الإشهار العمومي خطوة تضم إلى أخر أقدمت عليها الرئاسة مؤخرا في إطار تنظيم القطاع الذي يعيش فوضى عارم منذ سنوات كرسها الطماطل المتعمد في إصدار القوانين المنظمة للمهنة وخاصة الإشهار حيث سبق للرئاسة إصدار قرار حصر مصدر المعلومة الرسمية في وكالة الأنباء الجزائرية الحد من فوضى العواجل التي كانت تصل حد التضارب بين التأكيد والنفي إضافة إلى استحداث منصب وزير المستشار الاتصال ناطق رسمي باسم الرئاسة والذي أشرف فيما بعد على إعلان تشكيلة الحكومة الحالية هو إذن مكسب لقطاع لا يزال يعاني مشاكل عويسة نتيجة تراكم سنوات عدة على الأسهل وضعية القانونية الغامضة للقنوات الجزائرية التي تنشط باعتمادات لمكاتب أجنبية وكذا فوضى الإشهار العمومي الذي شكل لسنوات وسيرة ضغط على واسائل الإعلام إضافة إلى عوائق الوصول إلى مصدر المعلومة وكذا الوضعيات الاجتماعية والمهنية للصحفيين المحرومين من عدة حقوق كما نال تعامل المؤسسة الرسمية مؤخرا مع الإعلام المحلي حيزا من الانتقادات بسبب إقصاء هذا الأخير من تغطية النشاطات الرسمية التي عرفتها البلاد وهو ما رآه المختصون مسيئا لصورة البلد قبل إعلامها